صديقي البك المحترم عقيق التايجر آي ناس كتير بتسألني هو عقيق يامني لا يا صديقي طالما ما ذكرش جلمة يامني جنب العقيق أو برازيلي جنب العقيق أو أندونيسي جنب العقيق يبقى وصنف عقيق لوحده أكيد سبحتين تحفة بمقاس 12 ملي للحبات على سلسلة فضة مدعومة بخيط علشان ما تتقطعش أو لو تقطعت ما تتفردش بالكوين الكبير عليه الاسم واجهه فلوه خيره حافظ والاسم طبعا وما فيش أفضل وعز من اسمك والوجهه الثاني لفظ الجلالة بقية الكرسي كاملة مع الفضة تركي كلها عيار 925 مع ده كوين لأنه تصنيع صراع عبدين طبعا بس عيار برضو 925 سعرها 2000 جنيه بدون الكوين مع شرابة فضة موزونة متعامة بحجر السلطنية المتغير اللون 1500 جنيه إذن هنا بوبش لو حبيت أخذ الكوين لوحده أخله ب500 جنيه لا صديقي الكوين ده تكلفته 950 جنيه فضة لكن أنا بوازن الفضة كمان معلومة مهمة يا صديقي أوعى تقول لي أعرف العقيق التايجر أي الأصلي بالمغناطيس ويكون لقط بالمغناطيس عملناها وقلناها لكن يا صديقي المحنك زو العقل الرشيد لو عاوز تكتشف حجر بالمغناطيس هل اللي عاوز يغشهولك أو الصين مثلا هيغلب أنه يحط لك نسب حديد بحيث أنه يبقى لقط للمغناطيس لا طبعا ده كلام فارغ لا يليك بكوكب الرجال المحترمين ومجتمع سرايا عبدين نعرف العقيق ازاي أو الحجر ازاي قلتلك بالإحساس الملمس النظر الحجر بينادي عليك الطبيعة الرباني لكل كتعة كأنها كوكب بالتفاصيل والجمال والحلاوة منما تجيب للمغناطيس يلقط لا أحط العقيق في اللبن وعى الشعر لا ده كلام مش بتاعنا خالص وتذكر إنه قلتلك سعر السبحتين بالكوين 2000 بدون الكوين مع الفضة المختلفة دي 1500 أشوفك على خير أشوفك على خير